اه بسم الله الرحمن الرحيم هنمسك في بعض دكتور عاد المرزوق الحمد لله على السلامة الله السلامة تخلييني نرحب بضيفي وضيفكو قصدي أنا اللي ضيفه دكتور عاد المرزوق الشاري الترميز ذاتيه ولا دليل البرنامج صلاح اللي عليك صلاح اللي انار اخي بجيبت حاسي نيتم البرنامج اه اكيد اما هو انت لازم كده تفرض شخصاتك يبقى قصد بقى اقولك الانوان تقولي لا الانوان تقولي لا انت بتيجي اوقات تفاجئني باسئلة وبتاع فقلت فاجئك بانوان حلقة هصف طيب انت متوقع النوان مش هفاجئك مش عارف انا بقى لقى منك هجيك هفاجئك هنتكلم عن ايه بقى النهاردة جميل هنتكلم عن الاستمتاع بالحياة تمام متخلص المشاعر السلبي لا بص سيبك من الاستمتاع بالحياة مش انت بتفاجئني اه بس انا ببقى مستمتع وانا قاعد معك وانا كمان بقى مستمتع بكمية المعلمات اللي بتدهاني بكمية الطاقة الاجابية اللي بتدهاني بكمية التفاؤل برد فعل الناس على الحلقة او الحوار اللي يبقى بيني وما بينك فالاستمتاع بالحياة وان احنا نعيشها بوعي انا مستمتع صحيح نبنشاهد ببعض بس يعني صدقا انا كمان مستمتع جدا باللقاء معك يمكن عملت لقاءات تلفزيونية كتير مع بعض المزعين او مش كتير او يعني بس لقيت ان انت يعني مزع بجد واعي وبيتكلم عن علم وضراية ايا ان كان نوعية الفقرة عنده علم والاهم من كده بقى كارزمة ايه عرف يعنى لأ لأ ساني وحق قلت ايه كارزمة اللا لأ 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 بص بقا كسبك بقى بلاستمتاع بلا بتاع خلينا في موضوع الكارزمة ده انا كل ما قابل لحد لأ حد يقول لحد انت عندك كارزمة ايه قصي تت كارزمة دي انا فيجب مش عارف يعني كارزمة اbakعت بجد ياني تقيت لك كدير من انت عندك كارزما؟ لا مش تقاليت لنا انا ناس بلو قال بعض. ايه موضوع كارزما؟ يقول له انت اصلي انت عندك كارزما. اه. اه. اه والله للدرجة هقول لك الموقف عالدي ابني. اه. اه فبرايبر سيكسس. طيان. المدرس بيشرح له محمد علي. فقال له اصلا محمد علي عنده كارزما. فجي بابا قال لي محمد علي قلت هو ايه موضوع الكارزما ده مسيطر على البشر كلها. احنا ما تجي نخلي انوان الفاقة انا بص خليبك انا في الاخر اللي اخترت الموضوع. برضو. اه. ما تجي نخلي موضوع هنرى ده الكارزما. هي المشاهدات مش هتوصل لدرجة انك تفاجئني بموضوع. لا لا لا. لو كنت مشهد انت كنت جاي تفاجئني بموضوع. طيب او كي. انا بقى لفاجأك موضوع. الكارزما شغل? مفيش مشكلة. خلينا نتكلم. الكارزما صح? الكارزما اه. احنا عايزين طب انا عايزة عارف يعنيه كارزما انا مش عارف يعنيه كارزما. جميل. الكارزما هو اصطلا لفظ يوناني. يعنيه مش لفظ اه مصري او اجنابي اا اا هو لفظ يوناني. اا يعني في معانى كتير للكارزما ولكن ادق او ابسط معنى هو الشخصية الجذابة. اللي هو الشخص اللي بيجذب اللي حوالي. اه. ami. الجاذبة اا بالجيم وا اذا بالしかSabah الشخصية الجذابة اللي هو بيجذب كل اللي حواليه. تمام. انا بحبا سميه بمصطلح أبسط شوية أو أحلى الشخصية المغناطيسية تماما اللي هو شخص كده مغناطيس تحس إنه لما بيتكلم اللي حاوليه يسكت لما بيكون قاعد فقعدة يجي ينطق ويمسك المايك ويتكلم في حوار الناس كلها تسمع له بالمناسبة مش بالضرور يكون بيتكلم في علم أو حاجة مفيدة أو في حاجة فيها بنفت يعني مثلا نفترض إن إحنا كأسرة وعيلة موجودين مثلا بنصيف مع بعض وتلاقي كده عم من الإعمام وقاعد في البلكونة وبتاعه وشوية شوية كل واحد جاب الكورسي بتاعه وتلمينها كده فييجي بقى قاعد يقول عارفين يا ولاد زمان أيام ما كان في ترامب يعدي مش عارف منين ونعمل إيه وإحنا كلنا عندين إيه مجدودين جدا في حين إنه هو بالمناسبة مش ممكن يكون عنده علم يعني هو بيتكلم عادي بسل حالي عمار سنية مختلفة ولا عمار سنية أصلي ممكن أنا أكون بأتكلمك في موضوع أنت حبه فأجذبك ليه هل ساعتها هبقى عندي كاريزمة؟ لأ لو أنت شخص كاريزماتك آيا كان إيه الموضوع اللي بتتكلم فيه وآيا كان إيه اهتمام الشخص اللي قدامك هيتشدله لا معلش مختلف لا أنا معاك في دي لا مختلف ليه بقى؟ دي نيه؟ أصلي هي برضو نوعي كاريزمة بينما أنت بتقوله أن أنا أفتح موضوع أنت تكون بتحبه ده أكيد طبعا بس هي بردامج بتاعنا بقى مبنع الكاريزمة عارف ليه؟ لأن الناس أسرة عامل بردامج كلها هي في التخصص ده صحيح ولما بجيب حد بكلمه بكلمه في الحلقة اللي هو حبيب صحيح كده يبقى دي نوعي كاريزمة أكيد طبعا يبقى إذن هو بيتكلم في موضوع برضو هو أنت عايز تسبت ده ألا كاريزمة ده أنا عايز أزمي أنا شايفة أصلا لا لا والله مش كده لأ طي عاك دربت أنت مساء العام ده آه تمام هو مساء العام أعتقد أنه هو بيتكلم في موضوع برضو جذاب ما هي الطريقة آه يعني مثلا على سبيل المساء لما نيجي كلنا بنقلب القنوات ونشوف حد بيفصر رؤان ممكن تجيب بالرموت وتدوس وتقلب صح بس لما تشوف الشيخ الشعراوي لا هنا ما أعطل الشيخ الشعراوي برضو القصة تاني ممكن تبقى الشيخ الشعراوي عنده الكاريزمة أنه هو بيكلم الناس بتلقائية طيب ما دي بقى اللي هنتكلم فيها بقى إيه هي الأدوات اللي تساعدك على أن انت بقى كاريزماتي آه تمام لما نتكلم بقى في الزيت تبقى كاريزمة بس الشاهد هو عنده علم من اللي قالك أنا هتكلم في دي هو عنده علم إيه أكيد طبيعي لما تعرف الشيء عايز تعرف الزيت وصله شيء طبيعي يعني طبعي ماشي يعني مثلا لو إحنا هنتكلم عن الثقة بالنفس فمش أكيد عايزين نتكلم في الآخر عن العوامل لتزود الثقة بالنفس طبع زي ما حضرتك اتكلمت عن زيت الزيتون من شوية مش كان هدفك ان انت تعرف طب ازاي نستفيد به ولا احنا نقعد نعرف زيت الزيتون وانا نقعه خلاص لا 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 اكيد بس فاكيد ان انا الطبيعي زي ما انا هيعرف الشيء في الاول عايز اعرف ازاي وصله لا بردو انت كارزماتي كمان صح كده شخصية كارزمية طب يعني اذا الكارزمة هي الشخص اللي بيجذب الناس لي تمام صح شخصية مغناطية فيه تعريف تاني للكارزمة لا هي دي ابسط التعريفات اللي هو الشخصية اللي بتشد اللي حالي او قد بسموها الحضور الطاغي يعني اللي هو عنده حضور طاغي يعني هو قاعد فهو طاغي على الاعداء وجوده فارق مع الناس كلها في اجتماع في عشرة فهو وجوده عامل حضور في قلب المكان هل الشخصية الكارزمية الشخصية انه بعد ما يمشي يسيب فرق في المكان اكيد طبعا الشخص الكارزماتيك لو هو موجود ينظر اليه ولو مش موجود يفقد وجوده وينظر اليه مكانه اكيد يقولك في حاجة نقصة نهاره فلان ما جاش ممكن يكونوا مجموعة زمايل زي الاصدقاء مثلا موجودين في القناة اللي شغالين في الخلفية ورا في حد فيهم هو كارزمة فلو غاب عن الحضور هم كلهم يحسوا بفقده يحسوا ان هو مش موجود ممكن يكون اسلوبه فني ممكن يكون طريقته كويسة ممكن يكون هو مريح لان الكارزمة انواع يعني الكارزمة مش نوع محدد يعني ده فيه انواع الكارزمة اه طبعا بعد ما اروح لانواع الكارزمة السؤالي اللي انت كان نفسي سألولك بس انا مش هسألولك دلوقتي انت حقيق قلت الكارزمة والثقة بالنفس ام ايه بقى علاقة الكارزمة والثقة بالنفس جميل هو انت قابلت شخصية كارزمات جميل والله الله عليك اه الاتنين اه كي اه انت قابلت شخصية كارزمية اه في حياتك هل عمرك شفت حد كارزمة مش وصق في نفسه لا يعني هو كارزمة ويشد الناس انا مفكر راتي تعريفي كارزمة لا ما شفتش حد دي كارزمة استحالة استحالة بمعنى كلمة استحالة ليه لان لو احنا رسمنا هرم كده للثقة هللاقي قاعدة الهرم ناس منعدمة الثقة الثقة عندها ضعيفة وبعد كده ناس منعدمة الثقة بعد كده الشراحة الاعلى ناس ثقتها في نفسها ضعيفة بعد كده ثقة متوسطة بعد كده ثقة اعلى بعد كده قمة الهرم هو الشخصية الكارزمية اه بس يعني قمة الكاريزمة هي معتمدة بصورة أساسية على الثقة بالنفس لأن كل واحد وثق من نفسه ومش كاريزمة لأ برافو صح كده إنما كل واحد كاريزمة وثق من نفسه الله عليك المفروض إن الكاريزماتك لازم يكون وثق في نفسه بس مش بالضرور كله وثق في نفسه يبقى كاريزمة لأنه هو ثقة ومش عالية قوي كل ما سختك في ذاتك تزيد قوي كل ما تبقى كاريزمة قوي ولذلك الاتنين ببعض ولكن طبعاً الكاريزمة وقفة وكأنها الأقدام بتاعتها هي الثقة بالنفس نكون وثق في نفسه بس أنا الثقة بالنفس بتيجي من كمية التجارب والتكرر اللي أنت بتمر بيه ده لو فتحنا بقى موضوع الثقة بالنفس مع بعض نعرف إن الثقة بالنفس مرتبطة بالمهارات أكتر خلينا دي حنبقلنا حلقات خلينا دي حنبقلنا حلقات خلينا أعربط بين الثقة بالنفس بالكاريزمة يعني عايز أقول إيه أنت النهاردة عشان تبقصق بالنفسك بالتكرار بتبقى وثق بالنفسك ممكن أنت أكل سينا وطبعاً غلط طبعاً تتكلم في المعين وانت سيء بس وصلت من مرحلة بالثقة بالنفس إن أنت بتعمل الحاجة دي بلا وعي أو بتعملها بصورة عادة صحي كده عشان كده إن المفروض إن الثقة بالنفس هي مرتبطة بالمهارة بس دي لما نتكلم في حلقات الثقة بالنفس أو نفرض لها حلقات هنتكلم إن في مفهوم تصدر إن الثقة بالنفس أقف كده قدام المراهة يقول أنا واثق في نفسي أنا واثق في نفسي طب يطلع لنا الطيارة كده هتلاقي إدك بترتعش ومرتعد وإنت بتشد الدراع لأنا ما عرفش فالطبيعي إن الثقة بالنفس related أو مرتبطة بالمهارات تمام ففكرة إن أنا صدر إن أنا أقول I can واجب بقى صورة الصورة والمقص المشهور إن أنا قطع can't فأقول not a can't أنا أكيد أستطيع فهي ما بتتأس كده فده موضوع تاني ولكن الكارزما نرجع لموضوع الكارزما الكارزما هي مرتبطة بصورة أصيلة على الثقة بالنفس تمام ولكن الكارزما بقى لها شوية tools وأدوات تقدر تساعدك إنك تكون كارزماتك بس قبل معرفة tools هي الكارزما حاجة ورصية أو حاجة مكتسبة حلو سؤال أحييك عليه الكارزما المفروض أو أغلب الصفات هي ما بين فطرية وبين مكتسبة الأصل إن أغلب الصفات فطرية ده الأصل فطرية تمام تمام فطرية يعني إيه يعني فطرية يعني صفات وراثية بيولوجية هو مولود بيها تمام يعني أنا مثلا خدت الكارزما في الجينات بتاعتي من والدي أو الثقة من والدي تمام تمام فالفكرة إن كل الصفات أو أغلبها فطري جميل كده ولكن مع التعلم ومع الممارسة أقدر أكتسب صفة هي مش فيها أصلاً فإذاً هي فطرية في الأصل ولكن يمكن اكتسبها وبالمناسبة ده مش في الكارزما بس في كل حاجة في القيادة مثلاً ممكن تلاقي ولد صغير بلعب في الحضانة لا 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 أقفوا أنتوا طياتة يمين هنا ومش عايف إيه أنا قلت ما حدش يعب الكوية دلوقتي وقعب ينظم فيهم ولا أخذ إدارة ولا أخذ فرق بين القيادة والإدارة ولا أخذ أنه يعمل بالانسبة من التاسكس والإنديبيدي ولا التيم ولا أعرف أي حاجة في القيادة هو بالفطرة قيادي ولكن دي بزرة لو أنا رعيتها واهتمت بيها وكبرتها بتبقى مكتسبة هل ممكن ما يكونش عندي البزرة والفطرة أن أنا أصلاً كارزماتيك وممكن أكتسبها أو ممكن أكتسبها بأننا أخذ التولز والأدوات من النمازج العملية للشخصيات الكارزمية في الحياة وحولناها الخطوات أنت بتمشي على الخطوات دي مع البراكتس والمارسة بتبقى بالفعل شخصية كارزمية ولكن تاخد منك وقته موجود أطول شوية يعني ممكن يبقى فيه طفل كارزماتيك من هو صغير آه طبعا بس عنده بزرة كارزمات زي طفل كده عنده موهدة الرسم بس مش هيبقى بكسو لازم تديله مهارات لازم تعلمه يعني لازم تديله بتنتقل بالوراسة أغلب الصفات الموجودة النفسية بتنتقل بالوراسة سواء إيجابية أو سلبية بس السلب ممكن أضغط عليه وما يظهرش والإجابة ممكن قوي وممكن برضه ضيع الإيجابة يعني ممكن ابن يكون مولود عنده صفة إيجابية بس أنا أقتله جواه يعني مثلا شخصك طفل مثلا كارزمة ووثق في نفسه وبيتكلم عيبي حبيبي ما تتكلمش في حضور عمه إنت سأذنت قبل ما تتكلم أنا بقتل جواه الكارزمة طبعا زي الإبداع كتير من ولادنا بيتولد مبدعين بس عند السبع سنين نسبة الإبداع بتقل ليه؟ لأننا إحنا قتلنا جواه من الإبداع قعد مكانك ما تتكلمش ما تفتحش الموضوع ده إنت مش من حقك تتنقش في الحتة دي فأنا قتلت جواه الإبداع فهي الفكرة أن الصفة موجودة ولكن أنا إما أسعيدها أن هي ينميها تنمو أو أن أنا أموتها وخليها متنموش بس بالمناسبة في أمل لواحد مش مولود بكارزمة أن يكتسب الكارزمة؟ آه بس محتاج أقولنا وقت وجهد وعلم محتاج يعرف إيه هي الأدوات اللي يمشي عليها عشان يبدأ في الآخر كارزمة لأ هو الأول محتاجين أن إحنا زي ده الهدف الأساسي من الموضوع الحالة بتاعتنا نغض اللي هو الكارزمة الناس تعرف الأول يعني إيه كارزمة؟ لأن أنت ممكن الأب أو الأوم أو البيئة اللي بتحيط بالولد ممكن تنمو الحتة دي عنده صح ده اللي عنده واللي اللي مش عنده ممكن تخليها عنده طبعا إن هو تبقى شخصة الكارزمة ديك بس طبعا عايزين نفارع بين الكارزمة والإنسان اللي بيصدرت عشان بس فيه ناس ممكن تقول لك حيث قلت ما يار صح؟ أه طبعا يبقى بتاكيد فيه قوانين بقى أكيد طبعا فيه قوانين للكارزمة؟ أكيد يا راجل هي قوانين وأدوات في نفسه لأتي يعني هي قوانين لو تطبقت وإنت سعيت لتطبيقها هتتوصلك إنك تكون كارزمة ديك نعرفها؟ أنا نعرفها طب أوكي نبدأ سريعا كده عشان كأننا دينا رشدة في الآخر كده للناس إزاي تبقى شخصية كارزمية أول حاجة يكون عندك حضور يعني يا حضور الحضور له أربع أشكال أول حاجة هو الحضور الجسدي يعني ممكن أبقعد مع حضرتك دلوقتي أو إحنا قاعدين في قاعدة بس أنا مش معاكو أصلا الجسدي بس اللي موجود وده أدنى درجات الحضور اللي أعلى منها هو الحضور الذهني يعني أنا معاكو بعقلي يعني بفكر في اللي أنتو بتقولوه متجاوب في الحوارة اللي بيدور اللي أعلى منها الحضور الوجداني يعني حضر بمشاعري بجد طب وبعدين طب اصرفت إزاي طب عملت إيه آه طب لا أنا بقترح نعمل كذا فكده في حضور زيني ووجداني بالمشاعر والعاطفة بنقترح نعمل كذا النوع الرابع أو الأعلى شوية هو الحضور التفاعلي يعني حد بيتفاعل بياخد ويدي في الحوار استحالة تلاقي شخص كارزماتك وقاعد كده مع نفسه لا الشخص الكارزماء متفاعل بياخد ويدي بياخد أطراف الحديث بيمسك ويتناقش بيحاور بيسأل بيشارك بيتحك ما اللي بيتحكوا بيهذر ما اللي بيهذروا ده مع ذلك أن الكارزماء والليدر شب أو القائد وجلوا عملة واحدة طبعا طبعا ولذلك من أقوى الأدوات للشخص القيادي أن يتعلم بييجي عندنا بياخد كورس ثقة بالنفس وكارزماء قبل ما يتعلم قيادة لأن أنا لو شخصية كارزمية هأثر في الحوالية غندي مثلا أنت شخصية كارزمية وأثر قدي في الحوالية مثلا ومش بالضرور أن يكون متفقين معاه هتلر مثلا كان شخصية كارزمية ما ليش علاقة بقى إذا كان بيستخدمها في الاتجاه الإيجابي أو الاتجاه السلبي ولكن هو كان كارزماتيك له كلمة مؤسرة في الآخرين أنت بقى بتستخدم سلاح الكارزماء بالتأثير السلبي ولا تأثير الإيجابي دي حاجة ترجع لك يبقى أول قانون هو الحضور طبعا الثاني قانون هي قوة الشخصية شخص عنده قوة في شخصيته قوة الشخصية للأسف بعض الناس صدرتها بمفهوم أنه هو شخص مسيطر أو أجريسف أو حد أو ما بيقتناش بقراءة اللي حواليه لا بالعكس دائما بنقول أن الشخص المرن هو أقصر تحكما في الأمور لأنه إحنا لو حطنا مصطرة كده وقلنا عندنا شخص مسيطر اللي هو بيعتبر نفسه قوي الشخصية ده غالب الأمر هيخسر الناس ويخسر اللي حواليه على العامة دا بعيد تمام الشخص اللي أقصده بالزبط على المصطرة النحية الثانية هو الشخص المتنازل اللي هو يعني يمين يمين شمال شمال اللي هو ودوني زي ما تودوني يعني ديش مشكلة ملوش رأي في حاجة ملوش مشاركة الشخص اللي موجود في النص هو الشخص المرن اللي هو يجمع بين قوة الشخصية وبين التنازل في بعض الأوقات والفرق ما بين التلاتة إن الشخص القوي لا يتنازل عن أهداف ولا عن الوسائل الشخص المتنازل يتنازل عن أهداف والوسائل مش فرق معاه اعمله زي ما أنت عايزين تعمله الشخص المرن لا يتنازل عن أهداف ولكنه يتنازل عن وسائل لا تاني 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 الشخص اللي هو المسيطر ده ده لا يتنازل عن أهداف والوسائل زي المدير كده اللي هو عايزك تعمل كده وزي ما هو بيقول بالضبط بقى مليش دعوة طب حضرتك أنا عندي طريقة تانية أفضل في التقرير ممكن تطلع نتيجة أحسن لا اعملها كده اللي هو كده أنا عايز الحاجة دي بالوسيلة دي أو بالطريقة دي الشخص بقى المتنازل عكسه اعملوه زي منتوا عايزين لا فرق مع الهدف يتم ولا الوسيلة تتم فيتنازل على هدف الوسيلة الشخص المرن بيعمل بالانس أو توازن ما بين الاثنين التوازن ده بيعمله إزاي إنه بيركز على الأهداف ومش فرق مع الوسيلة أنا ليه هدف يتم أنا ليه تارجيت تتحقق تعمله إزاي بقى تجيب نوت تكتب فيها تعمل مش عارف إيه تعمل تقرير تكتبه على الكمبيوتر تعمل أنا يهمني في الآخر إن الأوبجيكتف ده يتحقق حقق للنتيجة دي بأنهي وسيلة أو طريقة مش فرق معاي فأصبح هو شخص مرن فالمرونة هو الشخص المرن هو أكثر تحكما في الأمور من الشخص المسيطر ولذلك دي تاني قانون هي فكرة قوة الشخصية ولكن بالمرونة وليس بالسيطرة تلعب إنت في دماغي عارف ليه ما تفضل لأن اللي إنت بتقوله ده أنا طبقته دلوقتي أنا كنت متفق أعمل حاجة مع المخرج تمام فالمخرج كلمني في الإيربيس قالي الناس مش جاهزاً للحاجة هذه تعمل تمام فروح تعمل له كده جميل أنا حبيت أطبق اللي إنت قلت بصورة عملية بجد والله مرونة يعني شوية أكتر بكرة مرونة طب إنت في حاجة قلتها بنقترح نعمل كذا صاف؟ الشخص الكاريزماتيك دائماً بيقترح صاف؟ آه آه مبادر مش بنقترح ده قانون ثالث صحي كمان أهو ما كانش الثالث بس ممكن نضيفه الثالث طيب إنت بقى نقترح نعمل إيه بقى البرنامج بتاعنا؟ من حيث من حيث إن إحنا عايزين المبرنامج بتاعنا ده يبقى أقم واحد في الشرق الأوسط آه صحيح داك سروقت بطيير عكو مطبنا هأنت جيت على الحتة تالية ه saber تطلب مع 분�قينة ولا لا؟ بقى اكيد طبعاً أطلع عايزين في دقيقتين إيه المقترح اللي أنت ممكن تقترحوا لنا بالبرنامج بتاعنا؟ جميل طب بندي قانون الثالث كده ونặخش في الثالث ونقومش في المقترح هنا سريعاً برضو بقى إحنا قولنا الحضور وأنواعه وبعد كده قومت شخصية ولكن بالمرتالك چاهم والحاجة الثالثة هي فكرة المبادرة أن دايما الشخص الكارزماتيك مبادر بيبدأ بالسلام بيبدأ بالحوار بيبدأ بالصلح بيبدأ بالمناقشة بيبدأ بالاقترحات بيبدأ بالأفكار يا رب بكون كارزماتيك تمام؟ ده شخص المبادر القانون الرابع بقى اللي هو الدفئة الشخص دايما كارزماء محتوي يعني بيعرف يحتضن اللي قدامه بيعرف يحتوي الناس اللي حواليه تمام؟ في قوانين تانية ولكن عشان نخش الاربع عدود اللي أربعة دول لازم موجدين في الشخص الكاريزماتي يعني لو واحدة مش موجودة في حاجات تانية في حاجات تانية كمان لو اجتمعت كلها هي بدرجات بنسب يعني لو حاجة قلت نسبة الكاريزمة بتاعتك بتقل وكمان لما نعرف بقى بقية القوانين وأنواع الكاريزمة كمان يعني فيه كاريزمة قيادية وفيه كاريزمة المرحة وفيه الكاريزمة السمعية فيه أنواع كتير للكاريزمة نروح لموضوع البرنامج والاقترح البرنامج اقترح في دقيقة في دقيقة الفكرة كلها أن البرنامج ما شاء الله قيم وبيقدم معنوات قوية البرنامج محتاج يظهر بصورة قوية على وسائل أخرى زي السوشيال ميديا بعد البرنامج بقعد معاك ونشوف إزاي يظهر في السوشيال ميديا عشان البرنامج وهما كمان مضونا كمس دايق ايه فعلا مش غابات عادلوا علان هو ما تدريش عنوان الفقرة وروح تانا اللي حطفت عنوان الفقرة دكتور عادل مرزوق استشاري التنمية الزياتية والقدارية بشكرك في نهاية حلقاتنا النهاردة عرفت اللي يا ربقى كنت ممسوط الدكتور عادل مرزوق من أكتر الناس اللي بتعمل الانبساط معادي معاكو يموت جمعة جاية الساعة عشر الصبح وبرنامج صحتك صروتك إلا لقاء واشوفكم في الحلقة القديمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة